اذا اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الاخوان انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة الكترونيات السيمو. اليوم الاخوان عدنا مشكل في هذا المشط الحراري. اه المشكل اللي كين فيه اخواني هو ان انا فشكرك بريس كيش علو غير بولات هنا. ولكن ما تيضي ماريش. ما تنسمع ولا دورا للفرفارة. سخونية ما كيناش. اذا خليكم معي اخواني اليوم غادي نشوفوا الطريقة باش نحلوا هاد المشكلة. اذا كيف مكلكم اخواني عندنا مشكل في هذا المشط الحراري. المشكل اللي كين فيه اخواني هو انه بعد ما تركبوله البولات كيكونوا مشاعرين. انتم وايخواني. ولكن تجي حاجة ما سطور سخونية ما كيناش. اذا كل ما غادي نقوم به اخواني هو غادي نحاولو اننا نفتحوه جميع ونعرفوه. المشكل في ان كين بالضغط. بلستيكة كنحيدو اول بلستيكة كنحيدوها اخواني هي هذي. نحاولو اننا الفرصة على هكا وكننخرجوها. نحاولو هاد الشي بيكة. من بعد اخواني سنحاولو اننا نبدو هاد 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 هي هي لستكم منضلينة بالمارش اريك. نحاولو اننا نحاولو اننا نحاولوها غير كبس ياسا. بعد ذلك اخواني سنحاولو اننا نجي ونفتحوه هاد بلاستيكات. كده. ونحلو هاد اربعة ديال ليبيس. ها هو موجوج ليبيس هنا ووجوج هنا. اذا بعد ما حلينا ليبيس. نحاولو اننا نحاولو هاد موشت ونشوفو الموشكل اللي كان لدينا هنا اخواني داعي الساعة. لاحظوا باننا هنا سيجي بزيار في زياد الوساخ. تلاحظوا بان الخياط عهم زيانين اخواني. اذا كل ما علينا اخواني غادي نشوفوه هنا لدخل اشنو كين بالضبط. نحاولو اننا نحاولو هاد سكوتش اخواني. ونشبدو هاد الانسامبل عن الدن. لاحظوا معي اخواني باننا كين هنا واحد اه الفيزيب ها هو كي ظهر اهنا هادا. هاد نحاول اخواني اننا نعبروه ونشوفوو واش مازال ندووز ولا را قطع فخطرة اخواني الاعزاء. نتابوو بعد الخطرة لهاد الخويطة هادو التي كونو اكروش هنا فالقنيتا. اتمنى ان الصورة تكون واضحة بمنسبة لكم اخواني هادو كين هذا. بعد الخطرة يكون فشكي طاح تتقلع هادو من المكان ديالهم ولكن على ما يظهر هنا انهم مربوطين. اذا تبقى الاحتمال الوارد اخواني بما ان بحالة جيدة تبقى الاحتمال الوارد هو ان هاد الفيزيب هادو هادو يكون غالبا قطع. هادو نحاول نعبروه بالطريمتريكس. اذا لسا نشغلو لبطريمتريكس زيان اخواني في لوموت كونتينويتاي ونحاولو اننا ندتكتو لبين ديالو هادي لبين اه وهادي لبين دو. انتم كيف ما كتلاحظو اخواني هادو فيزيب الادنى اقاطع. ما تبقى لنا اخواني يعني باش نبدله كتكل امور صعيبة يعني احنا غادي نهارسوا اشي كامل يعني شنو غادي نحاول انني ندوز من هنا اللي هنا مباشرة وهذه اللحظة الفرق ان شاء الله رحمه ورحمه اخواني اعزائي. اذا اخواني بعد اما دوزنا هنا انشانت ديركت. لاحظوا معي اخواني مزيان. يعني عبار على واحد السليك اللي دوزنا من هنا من الفوق من هاد البروش اللولة هاد البروش الثانية. ما بقى لنا دبا اخواني الا اننا غادي نحاولو اننا نجمعو اه هاد الموشط الحراري ديالنا ونعودو نديرو نجريبة من جديد ونشوفو واشولة الامور على احسان ما يرام اخواني. الاشارة اخواني فهذا النوع ديال هاد اليموش طياني تي 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 وقع فيه مشاكل كثيرة. الى كان سيرتو الى كان خدامو طاح. قدر ان واحد البروش تطير من المكان ديالها اولا ان ريزيستانس تفك على المكان ديالها اولا قدر واحد الرجيلة ديال المحرك تفك على مكان ديالها اولا البونتلات دربات. اخترت تهياء اخواني فكرة تقطك وممكن انها اه يعني ممكن انها اه تهياء ترس. اذا اه غدنا نحاول اننا نجربو اخواني في هاد اه بهاد الشكل هذا ونشوف واش راح رجعت فيه يعني اولا مارش اولا خدام مزيان. بسم الله. اذا انكم تسمي اخواني المرش ديالنا هو راح خدام مزيان. ملقى لنا اخواني ديالا الا اننا رجعو له المسائل ديالو كيف ما بتحناها المرة الاولى. ونحاولوا اننا ردهم غيب شوية. ان شاء الله. طريقة ديال الفتيح ديالو اخواني. انا حاولت اناني نشرح لكم يعني فهي طريقة شيئا ما ممكننا نقوله طريقة سهلة يعني غيب شوية. ما يحاولش انسان انه يعصب راسو او لا يتخلع اراه ماشي ايش حاجة اللي هي كبيرة اخواني. نحاولوا اننا ردوا هاد ديبيس. اخشعوا كل واحد المكان ديالو. كان هم اربعة ديالي بيس اخواني الاعزاء. قبل ما نركب هادو. نحاول اننا ميرض هاد مشطع. اللي مكان ديالو. انها هي كتدخول من اللي ساحت عاد كتركبو. على. كتدخول من اللي ساحت عاد كتركبو. عليها هاد اللي بيس. اذا نتمنى اخواني ان الشرح يكون واضح مزيان. وتكونوا تبعتوا معايا هاد الامور هذي. يعني دقة تبقى. كنتوا فقط باش نوصل لكم الحل ديال هاد المشكل. اننا نغطوا هاد ما نغطو هاد المكان ديالها جب السياسة. مش منهرزو. بتشي حاجة اخواني اعز. حم? ربط لما نرحب كوفر هذا بشبيكة ديره المكان ديره مبقى لنا إخواني إلا أننا ربطوا هذه البلاستيكات فضل هنا الثانية إذاً هالأمور رجعتم زيانة إخواني مبقى لنا دب إخواني إلا أننا نجربوا قدر الموج ديرنا هوا ولا في حالة جيدة إخواني شكراً على بتاتي البوعدي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته